بهدف تمكين المرأة ورعاية شؤون أسرتها بادرت وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة بتدشين حاز المركز للتدريب في مجال الخياطة وقد ترأست المناسبة الوزيرة أمينة بيرسيل لونغو بحضور حاكم الولاية اللواء حسين دقو وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين وبعد المدعوين من التجمعات النسوية المناسبة بدأت بكلمة مندوبة الوزارة بالولاية فقد تهدثت عن أهمية المركز في رفع مكانة المرأة واستقلاليتها بينما الحاكم اللواء حسين دقو تناول دور الوزارة وما تقدمه لمثل هذه الشرائح من المجتمع وهذا المشروع يدمن للمرأة ولأسرتها على عيش الكريم بسبب الصنعة التي في حوزتها وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة أمينة بيرسيل لونغو فقد تطرقت في حديثها عن سياسة الحكومة وخاصة رئيس المجلس العسكر الانتقالي في توفير المشاريع الحيوية لشرائها المجتمع المختلفة حيث طالبتهم بالمحافظة على هذا المركز والاستفادة منه في سبيل تحقيق تموحاتهن بالتعليم لتأسيس وحدات للخياطة خاصة بهن لتضمن لهن الاستقلالية اشتركوا في القناة